اشتركوا في القناة اننا دائما امام تحدي مستمر في الحفاظ على ما تم انجازه والبناء عليه ما يتطلب منا جميعا جهدا متواصلا وعزيمة لا تلين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لغطيبية صباح اليوم عددا من افراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة حيث تطرق سموه معهم الى الحديث عن عدد من قضايا الشأن الوطني وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهمية الزيارات الميدانية في الوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة وطيرة تنفيذ المشروعات التي تلبي تطلعاتهم من مختلف المناطق والعمل على تطوير كافة الخدمات من خلال تعزيز وتطوير البنية الاساسية في كافة القطاعات فضلا عن متابعة المشروعات التي تنفذ في كافة مناطق المملكة بهدف الارتقاء بمستوى جودة ونوعية الخدمات وتأمين الحياة التي تليق بالمواطن وقال سموه اننا امام مستقبل واعد ينعم فيه الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمزيد من التقدم والاستقرار واشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان التواصل فيما بين افراد المجتمع وارتباط الاسر ببعضها البعض هو امر ضروري ويعكس ترابط المجتمع ويقوي ويشد من ازره وعلينا ان نعمل على ايصال هذه الخصال الى جيالنا القادمة